سميوهم دونات سميوهم سفنج سميوهم بنياي اللي مهم كي يجيو لدانين بلا بيض وكي ينجحون من طريقة اللي زي ما تجربه اللي اللي غادي تجربوهم مرة غادي ينجحوا معاكم وحاجة واحد اخرى مكونات لي هي بسيطة متوفرة في كل منزل هنا كيفما غادي تشوفوا معايا رهما شكل ليلهم وشكل ليلهم إلا كنتوا بغايت تدرون على شكل دونات ولا شكل بنياي بحال هكذا وكتخضروا تعمروا بكريم باتي سير وغادي نشارك معاكم حتى الطريقة دية لتحضير الكريم باتي سير اللي كاتجي سهلة ولديدة وفي نفس الوقت كاتك تخرج ليك واحد كيمية كبيرة تقدر جستعمليها حتى مرة اخرى في شي حاجة لتعمري بيعا مهم هاتشي لي كاين المهم هنا غادي نحتاجوا واحد كاس ونص ديال الحليب غادي ندفيوه بالنسبة للحليب إلا ما توفرش عندكم يمكن لكم أنكم تعودوه بكاس ونص ديال الماء ولكن غادي تحتاجوا حليب مجفف واحد ثلاثة معاق ديال الحليب مجفف المهم هنا هي نحتاج الزبدة ولكن في هذه الأثناء اللي غنخليهم هادو تيدفا و اللي غادي يدوب ناخد واحد جوج مع عرق ديال السكرسانيدا غادي يحتاجوا واحد القريصة ديال الملحة وهنايا غايكون الحليب ديال ندفع و غادي نضيفوه لهاد المكوناس باش كتدوب لي ديك الملحة و داك داك سكرسانيدا و محدودة فيه كنضيف ليه واحد المعيلقة كبيرة ديال الخميرة حبيبات باش هاكده التايكة تتفاعل مع داك الخاليط خصوصا الى كان البرد ضروري انكم دفيو الحليب احتبني كي يختمرو كي يختمرو بسرعة و ما كي يخدوش بزاف ديال الوقت صافيه هنا يا غادي نخلط المقادر مع بعضياتها حتى كتندمج مزيان و من بعد غادي نضيف واحد جوج معالق كبارين ديال الزبدة بالنسبة للزبدة ايلا ما توفرش عندكم الزبدة يمكن لكم ديروا زيت نباتية صافيه غادي نخلط المقادر مزيان مع بعضياتها و غادي نضيف الطحين تدريجيا حتى كتجمع معايا العجينة يعني العجينة را كتبقى اه كتخلطوها هكدا مهم كتبقوا هكدا كتجمعو فيها تدريجيا غادي تخلطوا المقادر مزيان مع بعضياتهم في اللول هكدا قدو في واحد الكيمية حتى كي تدامجون عناصر و كتحصلوه على واحد العجين اللي هو آآ را هو و في نفس الوقت متماسك و من بعد كتبقوا و تضيفو للعجينة تدريجيا حتى تحصلو على واحد العجين اللي هو آآ متماسك مهم هنا انا غادي نبدا نجمع المقادر مزيان حتى كنت ندمج معايا و صافي غادي تحصلو على واحد العجين متماسك مهم هنا غادي نوريكم جوج الطرق الى بغيتو انكم آآ تحت ديروا آآ سلوفان يعني غادي تشدو هاد العجين غادي ديروها في السلوفان و تخليها حتى تخمر و كي نواتحوا واحد طريقة واحد اخرى انا الصراحة كنستعملها و كتجيني ناجحة لا مع الخبز ولا مع البطبوت ولا مع كل شي يعني كنناخد لاجينة مهم هنا يغاني نوريكم الطريقة الاولية اما غادي تدروها السلوفان يا اما كيف ما قيت لكم غادي تاخدوا واحد الطاصة آآ بلغتايسها اما تدروها بلغتايسة اللي كانت عندكم كبيرة اما غادي تحيיזو دك السلوفان مهم هنا نحيد السلوفان باش نوريكم طريقة اخرى كتحطو على التاصة بحال هكذا و غادي تخليوها حتى كتختامر منين غايتختامر غادي تشوفوا هذا الشكل هكذا كيفاش غادي علاصة الحل العمل المهم هنا يرا كنت موجد واحد الخبيزات اللي كيتعمروا كيجيوا بحل هامبورغر والصراحة ما شاركتوا مش معاكم إن شاء الله عجبوني الطريقة سهلتها هي وكيوجدوتها بسرعة وناجحين والوليدات كيعجبوهم إن شاء الله دمنا نشاركهم معاكم إلى عودهم نقدر نصورهم لكم لأن أنا كنت اليوم صورت لكم غالي بيني ولا المهم ما مقاش لي الوقت باش نصور لكم حتى هدوك هدوك الهامبورغر والخبيزات والمهم سميو كيف ما بغيتو المهم هنا هي غني نطلق غني ندير مايزينة بالنسبة لمايزينة إلا ما توفردت عنكم تقدروا تعودوها بالطحين المهم غني نطلق العجن على هاد الشكل كيف ما غني تشوفوا معايا بالنسبة للشكل اختاروا انتو ما اللي بغيتو يقدروا ندرهم دائريين وطقبوهم كيف مدد لهم انا تقدروا تخليهم غيهاك داك غيهاك داك ما متقوبين يعني تقليهم غيهاك على شكل خبيزة تديروهم ممكن يبقى اختياري لكم هنا هي كيف ماشيو معايا قصنت العجن على جوج لانا سطح العمل مادي شي كفيني باش يبال لكم وفي نفس اللوقت باش منتعد باش معاها صافرات القطاب حال هكا وغادي ناخد واحد القطعة بالنسبة للقطعة ما توفرتش عندكم تقدروا تقطعوا بزلافة كهاس المهم اللي توفر عندكم تقدروا تقطعوا بها بالنسبة اللي بغيتهم يكونوا هكا غلاضين عامرين ما ترققوش العجين بزاف بحل أنا حيث أنا مك يعجبونيش دوك المنفوخين بزاف ذاك شي لاش رققت العجين بغيتوا أنكم يجوكم هكا من بحل دوك المنفوخين ديال اللي باتي سري وذك شي خليهم هكا العجينة ما تضربوهاش بزاف وتطرقوها بزيان يعني خليوها هكدا هكدا غيكا تطرقوها واحد شوية صافيوك تقطعوها باش كيجيكم هكا من فوخين وكبارين مهم أنا غاني نحيدوك الزوائد وكيف ماشتوه هنا يرغني نطقبهم من الوسط صراحة بنيسبة الوسط ملقيش باش نطقبهم طقبتهم بدك الغطاية ديال ديال الميكسر صافي هكدا قطعتهم هكدا من الوسط يمنى أي حاجة تقدر تقطع لكم وحتى ده كل عيبات محيس قطعتهم مجاوني كبابرين حتى هم ما قلسهم يعني جاوزوينين جاوزوينين تفشكل ديالهم وحتف المادا قراء كينا لده تبار كله صافيه هنا كيفما قطعتهم وكل شي رعا شفتونا خليناهم المرة لولا خمروا صافي قطعناهم وقطعنا المسائيل كامل هكدا ودرتهم في الطاوة ورغا نغطيهم واحد شوية على ما نصيب الكريم باتي سير الوقت اللي كنصيب فيه أنا كريم باتي سير وكيوجد معي كريم باتي سير صافيغي كنصيب كريم باتي سير عاد كنديرهم انهم هكدا يتقلوا المهم هنا بالنسبة الكريم باتي سير غادي تحتاجوا بيضا غادي تحتاجوا واحد القريصة ديال الملحة غادي نضيفوا واحد مهم بالنسبة للسكر على حسب انتم الدوق ديالكم أنا درت جوج مع عرق كبار ديال السكر تقدروا تديروا حتى ثلاثة إلا كنكتاج بكم الحلوة بزاف غادي نحرك في اللول مقدر هكدا مع بعضياتهم وغا نضيف لهم مايزينة بالنسبة لما توفرج عندكم تقدروا تعودوها بالدقيق أنا تاوك يعطي نفس النتيجة مايزينة جوج تلاتة المعالق ديال الكبار ديال المايزينة عامرين جوج تلاتة المعالق كبار ديال المايزينة ليكونوا عامرين غا نخلط مزيان مقدر هكدا مع بعضياتهم كيف ما شفتوا معها حتى كتندمج مزيان العناصر بطبيعة الحل بعد غادي نضيف الحليب الحليب غا نضيفه تدريجيا هكدا وانا كنخلط باش تتندامج العناصر مع بعضياتها صافيت قريبا واحد مئتين وخمسين ميليليليتر ديال الحليب يعني رابعة ديال الحليب صافي وغادي نديرهم فوق نار هادي او كم قائنية كنحرك 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 كي ياخدوا شوية ديال الوقت وشوية ديال المجهود صافي وكتوجد معايا غادي نخليهم بطبيعة الحل حتى تتعقاد فهذا كلوقت اللي ساريت كيف ما قلت لكم الخيم باتي سيخ غادرت الزيت انها تتخن وخاصها تكون سخونة بزاف ومن بعد كتديرو فيها كتديرو فيها لدو نوت ديالكم صافي هنا يكتستمروا في تحريك حتى كيعقدوا حال هكدا من يكيع قادرة غادي تضيفوا واحد معلقة كبيرة ديال الزبدة صافي كتحركوها حتى هي تكتلقوها دابت وندامج مزيان مع العناصر ومن بعد غادي تضيفوا الهدان مشكلية الهدرة غادي تضيفوا الفاني إلا توفرج عندكم فانيليا سائلة دروها إلا ما توفرج عندكم فانيليا سائلة يمكن لكم انكم تدرو غي فاني ساتشية ديال فاني هكدا بتكاش كتحفتها فضع لدي كل نكهة ديالها عندكم حتى الفلون إلا بغيتوا انكم تدرو حتى الفلون رات الفلون كيجي معها غزان وكيعطيها واحد نكهة اللي هي زوينة نموه من الفلون بطبيعة الحال اللي كنتوا تدروه يدروه من الفلون هنا كيف ما شفتوها ماليدونوت ديالي أنا دايما كنجرب وحدة كنلقها طعب سبزين عاد كندير الأخرى فهد الوقت اللي أنا هي كنصيب ماليدونوت وكنديره في المقلاء لقيت انه طفيت حيث كنت طيب حاجة حدا لقيت راسي طفيت على المقلاء مهمة دي وشعليها بعد المرة كيوطرا هاد الشي عادي ديزاكسيدوني كيوطراو مهمة هنا يطابعة الحال عاوت شعلت إليها وخليها انها سخن ومن بعد راهانتو مشفتو مرة متقلة وطابو من الجهة الأولى طيب تهم من الجهة تانية صافي درت الحيث هوم درت الخرين طابعة الحال غادي طيب وطابعة الحال غادي طيب وطاو ما منجو جوي درتو مفوح تشبيتها باش كيستقطرهم زيان ومن بعد كندير لهم واحد الورق اللي هكا ديال اسميتو باش كي يتشربو كي يحيد منهم ديك الزيت وذاك شي صافي ومن بعد انهو دوك القيمات كيتسمو بحل لقمة لقمة تقدرو انكم تزينو هكذا غيب العسل يعني وكي جوزوينين وتقدرو تزينوهم من الفوق حتى بالكوك ولا باللوز ولا بهذا يعني تقديرو العسل وكديرو الكوك ولا اللوز وبالنسبة لذك اللي دونات او لا مهمة دوك اللي مخرين ممكن كل واحد كيفاش كيسبيوهم غادي تشدوهم غادي تقطعوهم بالمقص هكذا من الوسط راني نوريكم طريقة وصافي وكتشدوهم وكتعمرهم كريم باتيسير كي يجيو والدادين والوليدات كيعجبوهم بزاف وخصوصا احنا عارفين انهو شهر رمضان ضروري كنبغوشي حاجة حلوة مرافقة للمملاحات اللي كنكون وكنديرو اذاك شي علاش قلت علاش لا نجربهم ولا صدقو غادي نشاركو معاكم وبطابعة الحال راه صدقو جوزوينين وولدادين ومفشفشين واخاها ككتوفوهم وخام قليين راه ما شربينش الزيس يعني ما تحسيش بديك الزيوتية هكا ودك شي كيجيو والدادين وحتى الكريم باتيسير راه كتصدقو صدقو صدقا من تجربة اللولا كنزمنا انهم ينالوا الاعجاب ديكم وإلا عجبكم طبعا ما تنسوش اللايك والاشتراك للقناة واتشاركو مع الاصدقاء ديكم وما تنسوش باش تخلي بلينا كومنتار كيفاش كيتدوزو شهر رمضان كيفاش تدوزو الاجواء دي الرمضان تلقوا في فيديو جديد بسلامة خطdock موسيقى 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 شكرا